ترجمة نانسي قنقر أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أن تنظيم مملكة البحرين لبطولة الرجل الحديدي بصورة منتظمة يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة على صعيد تنظيم البطولات الدولية في رياضة الرجل الحديدي بعدما أضحت موطنان لرياضة الترايثلون في الشرق الأوسط وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن بطولة البحرين لرجل الحديدي ستقام في الخامس والعشرين من نوفمبر المقبل حيث بدأت اللجنة المنظمة للسباق اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة لإبراز الحدث بصورة متميزة من كافة النواحي خاصة مع مشاركة العديد من أبطال اللعبة الذين يرون في سباق البحرين مكانا مناسبا لإظهار قدراتهم الفنية والتنافس الحقيقي على لقب السباق الذي يعتبر من أهم السباقات التي تقام على مستوى العالم ويحظى بمتابعة كبيرة وواسعة من قبل محبي اللعبة الذين ستكون أنظارهم متوجهة إلى المملكة لمعرفة هوية البطل وبين سموه أن اللجنة المنظمة للسباق قامت منذ فترة طويلة بتدارس تغيير مسار السباق وتم خلال الاجتماعات طرح العديد من الأفكار والمواقع القادرة على احتضان السباق وقد فضلت اللجنة المنظمة إقامة الفعاليات في منطقة واحدة هي بحرين بي وذلك لعدة اعتبارات من أهمها إتاحة الفرصة للجماهير لمتابعة السباق بكافة مساراته بصورة سهلة وميسرة الأمر الذي سيحقق نسبة حضور عالية بما يحقق الأهداف التي وجد من أجلها السباق في نشر رياضة الرجل الحديدية بالمملكة وقال سموه أن اللجنة المنظمة بدأت في اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة لتنظيم السباق والتواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة لتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتفاهم لتنظيم السباق بشكل يليق بسمعة البحرين وتوزيع المهام في وقت مبكر على كافة اللجان مشيرا سموه إلى أن استضافة البطولة تعد خطوة مهمة لتطوير رياضة الرجل الحديدي في المملكة كما أنها تترجم الاهتمام المتواصل الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة الذي شكل دعمها أساسا للنجاحات التي حققتها المملكة طوال تنظيمها لبطولة الرجل الحديدي وأشار سموه إلى أن مشاركة نخبة من الأبطال العالميين في بطولة البحرين الدولية لرجل الحديدي تمنح الحدث الرياضي أهمية متزايدة وتمهد الطريق أمام منافسة قوية بين مختلف المشاركين هذا وتواجد في المملكة عدد من كبار المسؤولين في آيرونمان وذلك للإطلاع على استعدادات البحرين لاستضافة الحدث العالمي الكبير وبحث آخر الترتيبات الإدارية والتنظيمية لاستقبال الحدث وسبول تكثيف التعاون المشترك في سبيل إنجاح السباق وقد فتحت اللجنة المنظمة للسباق باب التسجيل للراغبين في المشاركة في بطولة البحرين للرجل الحديدي وحرصا من اللجنة المنظمة فقد تم اعتماد الموقع الإلكتروني العالمي للأيرونمان لعملية التسجيل